قال في تصرحات له على هامش هذه الندوة اللي عقادها الفيفا أنه ما قام به الأهلي في المباراة هي مرحلة النتائج بالنسبة لنا والفرق الموجودة من أمريكا الجنوبية تعرف أن المنافسة صعبة جدا وقال عن تجريس المكسيكي اللي حيواجه بايرن ميونيخ الألماني قال أنهم فريق رائع لديهم القدرة على ضبط وطيرة اللعب من الناحية الفنية أحبه أنهم بارعون في قيادة الفريق متى تسرع أو تهدئ وأشد بأداء الآله وقدمت هنا إلى مصر بالكامل على التطور والاستحقاق على تواجد الفريق هنا وقال تعبير الحقيقة قال لا لما أنا شفت أداء لعيبة النادي الآلي أدركت أن محمد صلاح ما هواش استثناء أنه خرج من مدرسة فيها كورة بهذا الشكل لعيبة تصمد أمام شوف أنت محمد صلاح بايرن ميونيخ فقال لك لا ده مش نبت شيطاني البناء البدني لمحمد صلاح على مدى العشر سنين اللي خرج فيهم والتسع سنين دول شوف كيف تطور بقى واحد زي نفس التكوين العضلي بتاع أحسن نجوم أوروبا وده اللي ساعده ده اللي خلاه يحتفظ بسرعاته يحتفظ بقوة التحاماته يحتفظ بشخصيته مش هايب الأجسام الفارعة اللي قدامه لأنه هو عارف يعني إزاي صد معاه أنت لازم تجاهز نفسك بدنيا كويس جدا جدا مش من ناحية اللياق لكن من ناحية القوة والسرعة أيضا أتمنى أشوف أن الفكري ده والفلسفة دي في قطاع الناشئين يا أستاذ إبراهيم يطلع للعيب متغذي ده ما أنت كنت بتقول متغذي كويس متمرن بدنيا كويس ويتكمل على شغله التكتيكي فوق لكن كده حيبقى عندك مستقبل للكرة كده تقدر تقول أنا الكرة بتاعتي تروح فين هذه نقطة مهمة جدا للمهان سعد لي بقولها لو إحنا بنتكلم على دروس كبيرة مستفادة مش للنادي الأهلي بس لكل الأندية المصرية اللي عايزة تتطور الاهتمام بالنواحي البدنية الاهتمام بالبناء الحقيقي للعيبة والأهم من ده على فكرة مش أقل من كده مش أقل من الناحية البدنية والغذائية الناحية النفسية إيه معنى أنه اللعيبة تفضل مخدوضة من واجهة فريق إزاي نقدر من والجزئة عملها حتى كان استعام بالدكتور محمد فكري وكان شغال شغله كويس في حتة إزاي تقدر تطور شخصية اللعب إزاي تقدر تجرده من الضغوط اللي بيتعرض لها إزاي تقدر تنمي قدرته والسعى النفسية بتاعته بحيث يقدر يتحمل كل الضغوطات المختلفة والمباريات والبطولات الصعبة اللي بيواجهها فريق بطل فريق بيخوض تحديات كبيرة قدام مدارس عالمية مختلفة محتاج يكون عنده شخصية لعيبة تقدر أو تبقى مؤهلة نفسيا لمواجهة ضغوطات كتيرة بهذا الحجم فأعتقد أنه في دروس